أثناء يتحدث الإمام واحد قام من أصحابه وصار يجابه الإمام يكثر فيه سناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له فقال عليه السلام أن من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك لمن أظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه إظاما وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر وهذه مشكلة مصيبة يعني بلاء كل مسؤول شوية يحصل له مرتبة أو منزلة أو منصب يطير بالسماء أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر هذا رئيس زعيم ما نتبك أن نحكي معه أو نتكلم معه وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء دائما الحكام من عادة الحكام يحبون وعادة صلاطين والصحفيين والإعلامين أن يمجدوهم ويبعلغوا في منزلتهم ولجت بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء كان في مشاكل في أيام أثمان والآن شوفون مثلا في عدل وفي احترام للناس يحبون يمدحوني وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها خلوني أعمل وأشتغل وأدي واجباتي فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا الإمام هو يطالبهم وهو أمير مؤمنين حاكم كان يطالب الناس بأن لا يعاملوا مثل الجبابرة والطغاة وهذا خطر خطر يواجه أي إنسان آخر حتى لو كان يدعي الولاء الإمام علي عندما يحكم تنقلب الأمور لدي ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ بي عند أهل البادرة الغضب يعني الحكام الغضبين ولا تخالطوني بالمصانعة بالنفاق والمجاملة ولا تظنوا بي استثقالاً في حقاً قيل لي إذا أنتكم مسألة محقة اطرحوها علي لا تقولوا هو أمير المؤمنين يعلم المرجع يعلم الرئيس لفلان يعلم زعيم الحزب فلان يعلم هو القائد هو الزعيم هو الولي هو كذا وأحنا فقط أن نستمع من عنده وما عندنا دور في مقابلة الإمام علي وخاطب الناس يقول لهم أنتو إذا شفتوا شيء وكان بحق تعالوا اطرحوه علي ولا تظنوا بي استثقالاً في حقاً قيل لي ولا التماس إعظاماً لنفسي حتى ما أقبل أي نقد أو أي توجيه فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه اعدل مثلاً بكذا وكذا كان العمل به ما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره يملك يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمر هنا لا إمام أمير المؤمنين عليه السلام يضع نفسه في صف الناس المواطنين لا يعتقد أنه رب وإله وزعيم ومتكبر فوق الناس أنا عبد مثلكم أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره المشكلة أنه الحكام دائما يجعلون من أنفسهم آلهة ويأمرون بغير حكم الله بغير طاعة الله يأمرون بالمعاصي ويطالبون الناس بأن يسمعوا كلامهم وهنا تكون طاعة الناس لهم عبادة إذا أنت أطعت الحاكم في الجور والظلم ومخالفة أحكام الله فقد عبدت هذا الحاكم من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناتق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناتق عن إبليس فقد عبد إبليس هذه نظرة المتواضعة من الإمام هي التي تجعله يحترم حقوق الناس وحقوق الناس بالذات هناك ما ينص هذا الحديث أو هذا الخطاب على الأمر المعروف والنهي على المنكر على المعارضة السياسية المعارضة العادلة ليس من أجل المعارضة المعارضة من أجل إحقاق الحق مساعدة الإمام في الحكم بالحق والعدل وهذه هي الشورى الإمام عندما يطرح حق الناس في الاختلاف والمعارضة والتوجيه والنقد هذه هي الشورى يعني يستمع إليهم أيضا الشورى الشعبية ربما الإمام أي لم يشكل مجلسا للشورى ولكنه احترم إرادة الناس احترم حقوق الناس العامة وطالبهم بأداء أدوار نقدية وسياسية في دولته عليه السلام